طالبت النقابة المستقلة لعمال البريد هذه كانت قبل أيام بالعدول عن الإجراءات التأذيبية التي تمت مباشرتها ضد العمال في إشارة إلى العقوبات المعلن عنها ضد عمال البريد الذين شنوا إضراباً في عدة مراكز بريد عبر الوطن في الأيام الماضية قال بيان نقابة البريد أن المؤسسة شهدت منذ أيام انتفاضة عمالية في جو سدهن عدم تواصل وغياب الحوار للتعبير عن الحالة المزرية التي يعيشها آلاف العمال وعاملات البريد والمطالبة بتحسينها واعتبرت السلطة ذات الإضراب مؤامرة مستندة في اتهامها هذا إلى كون الإضراب تزامن مع موعد صب منح التقاعد واستنكرت النقابة المستقلة لعمال البريد المنضوية تحت لواء كونفدرالية النقابات الجزائرية ما وصفته بالحملة الشعواء التي كان مفادها تضليل الرأي العام وإخراج صرخة العمال من سياقها المطلبي الاجتماعي بطابة الحال قاموا بالإضراب وكان في كثير من الحالات إضراب حتى بدون يعني الناس خلاصوا وصلوا لها الموس الأعظم بطابة الحال وهؤلاء في الكثير منهم يتعاملوا مع المال كل يوم ويتعاملوا مع عشرات الملايين مئات الملايين يصرفوها للناس والموظفين إلى آخره ثم يجدون أنفسهم أيضاً في وضع مزري جداً فبعضهم قام بالإضراب ورهم طردوا عدد منهم وآخرين فوتهم على ما يسمى بمجلس تأديب ويعني كل جيد أنا لست مع الإضرابات اللي ما تكونش اللي تكون أيضاً ضد الجزائريين يعني لازم الناس ينتبهوا لأنك عندما تقوم في الخدمات إذا قونت بإضراب قد ضر ناس آخرين وجوع ناس آخرين وبالفعل صارت مشاكل لكثير من الناس لأنهم راحوا لقاوا أنه فيه إضراب في البريد إلى آخر لكن في نفس الوقت أيضاً هذو أهل بأسحاب البريد وهذو ثاني بشر وعندهم أسر وعندهم ورهم في حالة مزرية والحقيقة أن هذا هو اللي يخلق وخلق هذا توطرات ما بين الجزائريين أنفسهم وهنا وين لازم الناس اللي تقوم بالإضرابات تكون عندها التوازن ويفهموا باش ما يعطوش فرصة للعصابة باش تضرب جزائريين بجزائريين لأن هذه خدمتهم العصابة يحب يخرج كنتال يخدام في الأبوس وكأن كنتال مشكل والمصيبة والمصائب تاع الجزائريين وليس إدارة إجرامية تشرف عليها مخابرات إرهابية ونظام مزيف من ما يسمى بالمدنيين فانتبهوا إخواننا هذه باش ما يتلعبوش خاصة هذه المخابرات الإرهابية ما تلعبش بيكم يعني موسيقى موسيقى